نيرون حلق أحياء روما تقريبا معظمها وجلد المسيحيين وولع فيهم طبعا دون رجال الدين ولما قاتل أمه حاب يقتلها في المرة الأولى هربت منه برضو تنه وراها عشان يقتلها لأنه طمعان في السلطة عنده شبق أنه أنا ربكم الأعلى أنا اللي بحييكم أنا اللي بموتكم وقاعد يعزف على الكمانجا بتاعته يعني أخل النهار بعد ما يخلص شغلته والقتل والدبح يعزف على الكمانجا أو يقعد فوسط ناس شعرة يقولولو ملحمة من الملاحم زي ما بيحصل حوالينا بالضبط زي ما بيحصل حوالينا تجيب الناس واتطلحهم للسلطة يطلع وأول ما يطلع يصفيهم كلهم حتى لو كانت أمه أيه حتى لو كانت أمه حتى لو كانت زوجته أيه حتى لو كانت زوجته لأنه نفسية المستبدة مريضة مريضة بأدة أمراض يمكن في يوم من الأيام قلت لكم على ترامب لما تعمله تحليل نفسي لأداءه نرجسي بيرى الناس أدوات عنده عبيد عبيد حقيقيين وأن العبد ملوش العصى والضرب والقتل إنجاز التعبير النرجسي عنده شوية زكاء زيادة فولت زيادة عنده كارزمة ممكن يعيط وممكن يضحك زي ضحكت السيسي كده انت بتشوف السيسي ويدحك كمان لو كان عنده ويبكي برضه السيسي يضحك ويبكي صح ولا لأ ويمسك المنديل ويعمل كده بييد ويمسح كده إنه يعني وعمل نفسه عاطفي وعمل نفسه كريم ويختار طبعا السيسي ما عرفش اتكلم بس يعني ده على الأقل لما تعملت الدراسة دي كان في شهر احنا كنا في شهر اتنين ده بعد الراجل ده ما ميسك على طول اللي هو اللي هو ترامب دي دراسة كان عاملينها في شهر اتنين سنة سمعتاشر يعني من سنة وثمانتوشر يجدب يتهم الآخرين بيزور يشول حقائق يفشل اسرار يسرق يحرف يقعد مع الناس يشتمها سيسي لما قاعد قال لك ايه العرف دول عددهم مش عارف ايه وعددهم فلوز زي الرز واحنا نغلط مش عايزين نغلط غلطة مبارك يسفه احلامهم نيرون كان كده كان صغير هو مشكلة انه هو ماد صغير الجشرية تخلصت منه صحيح ولع في روما صحيح ازى الناس كتير صحيح وصحيح بس الشعب كرقه والشعب كان قابقه وسين انه يخلص عليه لكنه قرر انه بدل ما الشعب يموته انه لا الشعب قابض عليه قرر انه حكم عليه بالقتل ضربا بالعصي واحد تاتين سنة قرر هو انه يموت نفسه وينتحر تبقى نهايته على ايده زي ما امه موتت نفسها بتاعنا ببطنها لانها قابل ما هموا يبعت رجالته يقتلوها قابل ما يقتلوها قالت لهم لا انا اضرب نفسي بسكين في البطن اللي حملت فيه البطن دي هي اللي حملت في هذا الكلب اللي جابته عشان يزل الامة يعني اشتركوا في القناة